صدفة قادة سوري للعثور على كميات ضخمة من الذهب والدولارات مخبأة في منطقة سورية لا تخطر على البال فما القصة؟ وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن عثوري أحد سكان منطقة شمال شرقي سوريا على كميات ضخمة من الذهب وحقائب مليئة بالدولارات في مكان لا يخطر على بال أحد فالقصة بدأت عندما قام أحد سكان المنطقة بالتجول للعثور في البرية عن أعشاب نادرة ليقابل عن طريق الصدفة المحضة أحجارا مرصوفة بشكل غريب وضع عليها أغصان أشجار تبدو يابسة ولم يتم تحريكها منذ زمن طويل الفضول تملك الرجل السوري لمعرفة سبب وجود تلك الأحجار وسر وضعها بذلك الشكل الغريب فمن هنا كانت البداية للعثور على كنز ضخم فبعد أن أزاح الرجل الحجارة انكشف له مدخل لنفق طويل تحت أغصان الأشجار تردد الرجل في بادي الأمر بأن يدخل إلى النفاق لكن الفضول دفعه لوضع نهاية لتلك القصة الغريبة لذا قرر أن يبلغ عددا من أصدقائه المقربين لخوض تلك المغامرة معه وبالفعل دخلوا سويا النفاق الذي كان كبيرا للغاية واستمروا بالسير لمدة عشرين دقيقة متواصلة إلى أن وصلوا في النهاية إلى النفاق حيث كان في انتظارهم درج صغير وصل بهم إلى قاعة أشبه بالصالون وبعد البحث في المكان تبين وجود غرفتين صغيرتين فقرر الرجل برفقة أصدقائه الدخول إلى تلك الغرف لمعرفة ماذا يوجد بداخلهما لتكن المفاجأة ففي الغرفة الأولى وجدوا فيها براميل بلاستيكية مليئة بكميات كبيرة من الذهب على شكل سبائك ومجوهرات مصاغة وفي الغرفة الثانية عاثروا على حقائب مليئة بالدولارات حيث تقدر قيمة الدولارات بأكثر من مليار دولار أمريكي التفسير الذي وضعه الخبراء حول ذلك النفاق والكنز رجع لسوء الأوضاع في سوريا فبسبب الأزمة التي بدأت منذ أكثر من عقد كان يضطر الأهالي لمغادرة مناطقهم والنزوح إلى مناطق أخرى وكان يقوم بعض المتنفذين في عدة مناطق بتخبئة كميات كبيرة من الذهب والدولارات في مناطق لا تخطر على البال أملا بالعودة إليها فيما بعد لذا كثرت في الفترة الأخيرة أنباء عن عثور السوريين على كنوز ودفائن وحقائب مليئة بالذهب والدولارات في عدة مناطق سورية منها ما تم الإعلان عنه ومنها ما لا يزال في طي الكتمان لا يعلم بتلك الحالات إلا أصحابها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر